قالت مصادر أمنية في أربيل إن القوات الأمريكية نقلت معدات عسكرية مختلفة خلال اليومين الماضيين إلى مقرات لها داخل الأراضي السورية المجاورة في محافظة الحسكة شمال شرقية البلاد وبيّنت المصادر أن ما لا يقل عن ثلاثة أرتال عسكرية تنقل معدات وصفتها بالخاصة انتقلت من قاعدة حرير الجوية إلى الحسكة السورية خلال اليومين الماضيين مع إجراءات أمنية عالية أحاطت عملية النقل وأضافت أن المعدات تزامنت مع هبوط طائرة شحن في قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تقع داخل الحسكة أيضاً لافتة إلى أن الطائرة تحمل معدات عسكرية وصفتها بالمتطورة ومن ضمنها أسلحة مضادة للطائرات إضافة إلى ذخائر ومواد لوجستية